يوم 7 أكتوبر لحد يومنا هذا بنتابع بدقة شديدة كل اللي بيحصل على أرض الواقع عدى أكتر من 81 يوم لحد النهاردة من حرب إسرائيل على غزة الكيان الصهيوني دولة الاحتلال اللي مش بتتوقف وعداد الشهداء والمصابين بيزيد كل يوم عن اليوم اللي قابله. مبارح أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية دكتور أشرف القدرة أنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة بحق أسرة كاملة راح ضحيتها 241 شهيد 382 مصاب ده في ظرف 24 ساعة اللي فاته بس. وده رقم ما حصلش في التاريخ قبل كده مهما كانت مجزرة تمت حرب حصلت في التاريخ ما حققتش الأرقام دي أبدا. لدرجة أنه ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكتر من 20 ألف شهيد وأكتر من 54 ألف مصاب من يوم 7 أكتوبر اللي فات لحد النهاردة. شيء محزن جدا جدا جدا. مجازر بترتكب قدام يعني أنتو فين يعني بتوع الحقوق الإنسان طول الوقت بالنهاية دي بنتكلم بس للأسف. لكن يعني الحقيقة يعني فيه مساعدات اللي احنا بنعملها احنا والدول العربية وعلى قصة مصري طبعا عاملة موجود كبير جدا جدا للمساعدات. كان احنا نتمنى وقوف الحرب تماما يعني. ودي مش حرب. دي مجزرة لأنه شعب أعزل بسيط أطفال نساء كبار في السن. خلينا نقوله على مدار الفترة اللي فاتت 81 يوم مصر مستمرة في دعم غزة وأهلينا هناك ومبارح تم الإعلان أن الهلال الأحمر المصري في شمال سينة دخل سبع سيارات إسعاف مجهزة لقطاع غزة عن طريق بوابة معبر رفح البري. وبينها أربع سيارات مقدمة من دولة الكويت تحية لهم طبعا وثلاث سيارات مقدمة من دولة قطر. وسيارات الإسعاف وصلت على متن طائرات بتحمل مساعدات قادمة من الكويت وقطر لمطار العريش الدولي. خلينا نقول أنه بنشكرهم طبعا على ده وده هم دايما عادة العرب ونشكر زي ما شكرنا طبعا الكويت ونشكر قطر وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن عدد مركبات الإسعاف اللي تسلمها بلغت 60 مركبة إسعاف وقدم من عدد من الدول العربية والأجنبية وتم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنصيق مع الجهات ذات العلاقة زي ما فيه دعم تقولي الوقت نتمنى ما نبطلش النادي بوقف إطلاق النار على الناس العزل ويعني نبتدي سنة جديدة فيها سلام يا ربي يا ربي عم السلام على مش أهلنا في غزة العالم كله إن شاء الله بلا حرب بإذن الله أمين يا رب العالمين وكل اللي بيحصل هناك هم ناس أشرار ببساطة شديدة عندهم مخطط عبثي جدا برا حدود المنطق حقيقي مش عايزة أقلق حضراتكم بهذا المخطط العبثي الشرير وهم مصرين عليه الحقيقة وإحنا منتبهين كمصر إحنا مش بنرهق ومش بننهك وإحنا هنفضل نمد جسور المحبة والخير والسلام والدعم لإخواتنا وأشقاءنا وولدنا في فلسطين مهما حصل لأن مصر كبيرة ومصر شقيقة كبرى مش اسم بس مش مجرد أن هي مركز تقلق في المنطقة مش تشريف ده تكليف لأن ده دور مصر من قديم الأزل وهيفضل إن شاء الله بدعم ولادها وبنعمة ربنا وتمام نعمته علينا بإذن الله